كان هذا الزواج المفاجئ يخيفني وكنت أشك بأن هناك أمر مريب فيه ألف مبارك لنا العرس يوم الجمعة لن تخضر شيئا معها كل شيء سيكون جاهزا عندي وهذا مهرها السلام عليكم أنا حفيظة وأخي عبد الحفيظ لقد أنجبته أمي بعد طول انتظار ثم ظلت تزور الأطباء لتنجب ثانية ولم يكن لها نصيب إلا بعد خمسة عشر سنة وأنجبتني حينها فسماني هو حفيظا حينما صار عمري سنتين أبي وكنت أعتبر عبد الحفيظ أبا لي حتى صار عمري عشر سنوات وحينها مريضة أمي وطلبت من عبد الحفيظ أن يتزوج وتزوج ليلة ولم يمر سوى شهري حتى مات أمي انتقلت للعيش في منزل أخي بينما باع منزل والدين كبرت وبسببها تراجعت في الدراسة ذهبت لأخي بخبث هي لن تنجح في شهادة البكالوريا وهي تفسد لك مالك دون فائدة عليك أن توقفها عن الدراسة فالفتيات مصيرهن الزواج على كل حال لن أقف أختي عن الدراسة أبدا إنها أمانة والدين استشاطت زوجته غضبا وقد وضعتني نصب عينيها وصارت كلما رأتني أفتح محفظتي لمراجعة دروسي نادتني لأصفف شعرها أو أطوي ملابسها أو أي شيء آخر تلهيني به وأحيانا تجهدني بالعمل فلا أستيقظ صباحا للذهاب إلى الثانوية كنت أعلم بخطتها ولكن لم يكن باليد حيلة وللأسف أعدت السنة وحينها جاءت متظاهرة بالغضب ووقفت في منتصف الفناء أخبرتك بأنها لا تدرس جيدا لقد ربيتها على يداي وأعلم ما تفعله وما تخفيه هي تذهب للثانوية من أجل التسكع مع البنات فقط غضب أخي مني لقد حنيت رأسي أمامها يا حفيظة حسنا كما تريدان لن أدرس ثانيتا وأسرعت إلى الغرفة استلقيت على سريري وأجهشت بالبكاء منذ ساعات الفجر الأولى أقوم بكل أعمال المنزل وأربي أبناء ليلة حتى صار عمري عشرين سنة وذات يوم كنا نجلس على الكنبة في الفناء حينما طرق الباب فتح أخي هل هذا منزل عبد الحفيظ؟ نعم أنا هو أنا سائق السيد سلامات أكبر تاجر في البلد وهو يريد شرب القهوة عندك أخي مرحبا به غادر السائق واستدار أخي إلينا حضر القهوة إلى ما تنظرين؟ أسرعي إلى المطبخ أسرعت نحو المطبخ لأعد القهوة وضعتها على النار وأسرعت إلى النافذة دخل رجل كبير في السن ومعه شابان وسيمان جلسوا على الكنبة في الفناء أنا أطلب يد أختك حفيظة لإبن زيد ولكنني أريد الرد حالا علي استشارة أختي أولا انتظروا من فضلكم فسأحضر القهوة أسرعت إلى القهوة وأنا مرتبكة أضعها في الإبريق جاء أخي إلى المطبخ وركضت ليلى نحونا هي موافقة دعونا نسأل عنه ونفكر قليلا بعد لما سترفضين ابن السيد سلامات من أنت أمامهم إن لم تقبل الآن فلن تتزوجي أبدا لا تضغط عليها أختي حراف اختيارها أنا أنتظر جوابك يا أختي فهو يريد الرد حالا أعلم أنني إن رفضت فستجعل ليلى من حياتي جحيمة أنا موافقة ذهب أخي وأخبرهم بموافقة ألف مبارك لنا العرس يوم الجمعة لن تخضر شيئا معها كل شيء سيكون جاهزا عندي وهذا مهرها استأذن السيد سلامات للمغادرة واستدار إلى الشابين الوسيمين رمضان أحمد هيا فلنغادر إذن ليس زيد ولكن لماذا يخطب الأب لابنه دون وجوده ويدفع المهر أيضا قطع تفكيري صوت أخي هذا مهرك يا حفيظة قفزت ليلى وسحبته منه بل هذا مالي أنا التي ربيتها وتعبت على جعلها إمرأة محترفة في أشغال المنزل لكنني قاطعته أتركها فأنا لا أريده قامت ليلى بأخذي إلى السوق اشترت لي بعض الملابس بأرخص الأثمان حتى أن حقيبة واحدة لم تمتلك كان هذا الزواج المفاجئ يخيفني وكنت أشك بأن هناك أمر مريب فيه وصل يوم الجمعة ذهبت إلى جارتنا الحلاقة صففت تسريحة شعر رخيصة ومكياج بسيط وجاءت سيارة واحدة لأخذي ركبت رفقة أخي وزوجته التي تركت أبناءها لجارتنا وصلنا إلى منزل السيد سلامات كان منزلا فخما ولم يكن هناك أي عرس عندما ادخل الباب وجدت المأذون أهلا بعروستنا لقد أمضى العريس قبلك امضي أنت هنا أخذت القلمة مستغربة ترى هل زيد مشلول؟ لما لم يستقبلني ولم يستقبل أخي؟ دخلنا ورحبت بحماتي وامرأة أخرى عرفت بنفسها على أنها صفية زوجة رمضان تناول أخي وزوجته غداءهما ثم همى بالمغادرة اقتربت مني ليلى هذا منزلك هنا ستعيشين وإن لا تفتعل المشاكل ولا تعود إلى منزلي بعد الآن أخيرا سأعيش بعض الحرية رفقة زوجي حاضرة خرجت ونزلت دمعة حارة من عيناي اقترب أخي امسح دموعك يا أختي أخيرا سلمت أمانة والدي إلى صاحبها أتمنى لك السعادة إن احتجتني فاتصل بي بدأت بالبكاء وضممته بقوة لا تخاف عليها ستكون بمثابة الأخت لنا أنا وهدى وأشارت بيدها لامرأة أخرى والتي كانت تبدو متذمرة ألقت التحية أنا هدى زوجة أحمد أخو زيد غادر أخي وزوجته تعالي سأريك غرفتك ستتهين في البداية لأن المنزل واسع ولكنك ستتعودين دخلت غرفتي أخيرا وجلست بمفردي استلقيت وأنا أريد معرفة ما يخفيه هذا العريس الذي لم يظهر لحد الساعة وفجأة دخل شاب وسيم لا يبدو عليه أي مراض نظرت إليه وأنا متفاجئة أحكم قبضته على ذراعي ورمابي على الأرض لا تجلسي على سريري مجددا هل هو مجنون؟ طرق الباب وكان صوت صفية العشاء عند الباب ثم سمعت خطواتها تبتعد قام زيد وأدخل العشاء أكل القليل ثم عاد إلى فراشه ونا أما أنا فلم أستطع الاقتراك وحين شعرت بالجوع الشديد اقتربت بخطوات خفتة وأكلت ما يسد جوعي وعدت إلى مكاني مرت تلك الليلة كذلك بل مر أسبوع على ذلك الحال وأنا أتصرف أمام أهله بأننا على وفاق ولا أدري ما السر خلف هذا الشاب الوسيم الشرير بعد أن انتهى أسبوع كامل صار علي الدخول إلى المطبخ كانت هناك صفية ترشدني وتوجهني لقوانين الطبخ وما يحبه فلان وما يكرهه الآخر حينما خرجت من المطبخ دخلت هدى لن يحبك أبدا مثل ما كان يحب رفيف ثم غادرت المطبخ أحسست بشعور سيء يختلج صدري وعدت إلى غرفتي وجدت زيد مستلقن على فراشه من هي رفيف؟ أليست لديك عزة نفس؟ أليس لك عائلة أو والدين يحفظان كرامتك؟ جلست على الأرض وبدأت أبكي فقد أخبروني بأن خروجي من هذا المنزل سيكون إلى قبري مباشرة أنا شيء كان في منزل آخر واشتروه ليزينوا به هذا المنزل تأثر بكلامي وبقي الصامتة ثم قال ما قصتك يا فتا؟ أخبرته بكل تفاصيل قصتي وهو يستمع باهتمام سأرضى أن أنام على الأرض وأنا أكون خادمة عندك كما كنت خادمة عند زوجتي أخي ولكن لا تطلقني تقدم نحوي ورفعني من الأرض لن تكوني خادمة بعد الآن يكفي ما عشته أنا آسف لماذا تعملني بهذه القسوة؟ لقد كنت متزوجا قبلك وزوجتي في حادث بسببي وأنا أعيش حالة اكتئاب زوجني أبي بفتاة قبلك وعملتها بطريقة سيئة وتطلقت بعد ثلاثة أيام ثم زوجني أبي بك ولكنني أظن أنني لن أستطع طردك مهما فعلت فما عشته عند زوجتي أخاكي كان أسوأ كانت تلك بدايتي مع زيد كان الكل مستغربا كيف لم أتطلق اشترى حماية شقة لنا عشنا فيها أياما سعيدة ورزقاني الله بثلاثة أولاد ترجمة نانسي قنقر